تسبب انفجار أربع آب 2020 بمرفق بيروت بمقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين وسرعان ما توصلت السلطات اللبنانية والدولية إلى النتيجة نفسها انفجرت كميات هائلة من نترات الأمونيوم المخزن في المستودع رقم 12 نتيجة نيران نجمت عن أعمال تلحيم غير دقيقة قام فيها عمال سوريين بالموقع استكمالاً لتحقيقنا السابق بالانفجار المميت حيث ما كمنا برسم خريطة انتشار الحريق وبئرة الانفجار ومخطط توزيع المحتويات المخزنة بالداخل تعاونت مؤسسات فورنزك أركيتكتشر وشبكة فبراير للإعلام العربي المستقل للتحقيق في صحة المزاعم المنتشرة على نطاق واسع حول أسباب الحريق اعتماداً على وثائق لم تنشر من قبل ومحاكاة ديناميكية للحريق ومواد مفتوحة المصدر يقدموا هذا التحقيق تحليل دقيق للحظات الرئيسية التي سبقت الانفجار والذي يثير بشكوك كبيرة حول مسؤولية عمال التلحين تم تقديم ثلاثة تقارير للسلطات اللبنانية خلال الأشهر الأولى بعد الانفجار استطعنا الحصول على نسخ مسربة من تقريرين منهم عبر شركائنا في مدى مصر تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي أوضح أن ثلاثة ذكور من أصل سوري أنجزوا أعمال التلحين وأشار إلى أنه في يوم الانفجار كان عمال التلحين هؤلاء يؤدون عملهم عند البوابة رقم 9 دون إشراف ويستخلص التقرير إلى أن الحريق اندلع نتيجة أعمال التلحين هذه كذلك ألقى تقرير الأمن الداخل اللبناني باللوم في اندلاع الحريق على عمال التلحين واقترح أنه إضافة إلى البوابة رقم 9 قام عمال اللحام بأعمال عند البوابتين رقم 11 و3 أيضا ما يثير احتمالا بأن الحريق ربما نشب بسبب هذين الموقعين بدلا من بوابة رقم 9 من أجل التحقق من فرضية اندلاع الحريق بالفعل بالقرب من إحدى هذه البوابات قمنا بتحليل لقطات فيديو من المستودع في الدقائق التي سبقت الانفجار يظهر هذا الفيديو الذي تم التقاطه من الجانب الشرقي من المبنى دخانا كثيفا يتصاعد من المنطقة الواقعة خلف البوابتين 5 و6 لكنه لم يظهر نشوب حريق في المنطقة الواقعة خلف البوابة 3 على الجانب الآخر من المستودع تظهر هذه اللقطات عددا من رجال الإطفاء عند وصولهم يمكننا أن نرى دخانا كثيفا يتصاعد من المستودع لكن ليس من خلف البوابة 11 من الإهراءات المجاورة رصد أحد العمال مصدر النيران المشتعلة على الجانب الشرقي من المستودع في المقابل يبدو أن المنطقة الواقعة خلف البوابتين 9 و11 يتصاعد منها أقل كمية من الدخان على هذا الجانب من المبنى يشير فحص تطور الدخان إلى أنه من غير المحتمل أن يكون الحريق قد بدأ من البوابات 9 أو 11 أو 3 حيث جرت أعمال التلحين بحسب زعم التقارير لرسم خريطة تصاعد الحرارة خلال المراحل الأولى من الحريق قمنا بتحليل نظام تهوئة العوادم في المستودع تظهر صور الأكمار الصناعية أن الصقف يحتوي على إجمال 120 كوة تظهر هذه الصورة أن وراء أكياس نترات الأمونيوم كانت هناك بعض النوافذ المكسورة كان الدخان المتصاعد من النار يتدفق عبر تلك الفتحات من مراحله الأولى كما يظهر أن كوات الصقف كانت محاطة بألواح بلاستيكية والتي سرعان ما تزوب عندما ترتفع درجة الحرارة على مدار فترة انتشار الحريق ملأ الدخان المستودع تدريجيا وخرج أولا عبر النوافذ المكسورة مع ارتفاع درجة الحرارة بدأت الكوات تذوب واحدة تلو الأخرى باستخدام فيديو التقطه أحد العمال قمنا بتحديد أماكن وتوقيطات ذوبان الكوات الكوات ذات اللون الأخضر لا تزال سليمة الكوات ذات اللون الأحمر منصهرة ويتصاعد الدخان عبرها واللون الرمادي يمثل تلك التي يصعب تحديدها كررنا التحليل للجانب الشرقي من المستودع يقدم الرسم التخطيطي للكوات المنصهرة خريطة حرارية فريدة للجزء الداخلي من المستودع شهد هنا أول عمود دخان يرتفع عبر الكوات في المنطقة الواقعة خلف البوابتين خمسة وستة عملنا مع المهندسين في كيندلينج وهي منظمة غير ربحية متخصصة في السلامة من الحرائق لاختبار احتمال أن يكون الحريق قد بدأ في هذه المنطقة أظهرت محاكاتهم الديناميكية للحريق إذا اشتعلت النيران هنا لكانت الغازات الساخنة قد ارتفعت وتراكمت هنا تحت السقف في هذا المقطع العرضي تشير ذلال اللونين البرتقالي والأصفر إلى درجات حرارة أعلى في النهاية كانت الغازات الساخنة لتذيب الألواح البلاستيكية التي تغطي الكوات ولكانت دخان الكثيف قد اندفع إلى الخارج عبرها تتوافق نتيجة هذه المحاكات مع تحليلنا البصري لمقاطع الفيديو التي تم تصويرها في أنحاء المستودع وبالنظر في جميع النتائج يشير تحليلنا إلى أن المنطقة الواقعة خلف البوابتين خمسة وستة كانت مصدر الحريق على الأرجح لم يشر أي من التقارير إلى أن عمال التلحيم أجروا أعمالاً في هذه المنطقة وبالتالي فإن تحليلنا يدعو إلى الشك في استنتاجات تقارير مكتب التحقيقات الفيدرالي والأمن الداخلي اللبناني على الرغم من هذه الإدعاءات التي لا أساس لها من الصحة أصبحت فكرة أن أعمال اللحام الرديئة يمكن أن تسبب الحرائق هي السردية السائدة واعتقل عمال التلحيم السوريين تقريباً على الفور في أعقاب الانفجار وعقب الذكرى الأولى للحادث مباشرةً أشرف القاضي الذي يقود التحقيق طارق بيطار على إعادة تمثيل أعمال التلحيم من أجل تقييم احتمالية تسببها في الحريق وبسبب ضغوط وتدخلات مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى توقف التحقيق فور بدئه تقريباً استؤنف بعد 13 شهراً ثم توقف على الفور مرة أخرى يوم 28 أيار 2020 قبل ما يزيد قليلاً عن شهرين من الانفجار أبلغ رئيس مكتب أمن الدولة في مرفأ بيروت عن حالة المستودع تعرضت بوابة رقم 9 لصدمة قوية في المنتصف ونتيجة لذلك خلعت عن الحائط بطريقة تسمح لأي شخص بالدخول هذا هو السبب في طلب أعمال التلحيم كان رائد الأحمد من بين العمال الذين تم اعتقالهم بعد الانفجار وهو الوحيد منهم الذي أطلق سراحه على أساس أنه ليس عامل تلحيم أوضح الأحمد للصحفي فراس حاطوم أنه في أول يوم عمل لهم الخميس 30 تموز كانت بوابة رقم 9 مغلقة من الداخل لإصلاح الباب كان عليهم الدخول من بوابة رقم 11 ورغم المزاعم بأنهم قاموا بعملهم بشكل مستقل ودون إشراف يشرح رائد أنه في ذلك اليوم كان ضباط الشرطة يقفون في مكان قريب بطريقة لم تسمح للعمال بإمعان النظر بالموقع لم يكن أمام العمال أي خيار سوى تسلق أكياس نترات الأمونيوم للوصول إلى البوابة رقم 9 التقطت هذه الصورة خارج هذه البوابة مؤكدة أن المادة الوحيدة ورائه هي نترات الأمونيوم التي انفجرت بعد ساعة وثمانية وثلاثون دقيقة فقط من مغادرة العمال بغض النظر عن حقيقة أن أعمال التلحيم عند هذا الباب لا يمكن أن تكون قد أشعلت النار فمن الجدير بالذكر أن عمال التلحيم لم يتم تحذيرهم على الإطلاق من محتويات الأكياس أنا لو حداً آيلي متفجرات ما كنت ولا دقيقة وقفت بالمطرح أكيد أكيد أنت ما بتقبل تعرض نفسك للتهلك يقول رائد شهادة رائد التي أكدتها حقيقة أن وصفه لمحتويات المستودع يتوافق مع نتائج تحقيقنا السابق تشير إلى أن عمال التلحيم السوريين كانوا هم أنفسهم ضحايا الانفجار وليسوا مرتكبيه تت temps Из 낙لي متفجرا عند التلحيم لائلت من المستودع يملك الروحة اشتركوا في القناة